تنفيذا لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعا وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وقعت مملكة البحرين عددا من الاتفاقيات لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطع غزة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن المشاريع المزمع تنفيذها تعكس توجيهات واهتمام جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومبادرات جلالته الإنسانية تجاه الأشقاء وكذا سموه تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالته مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية من قبل الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواكدانا للسمرار في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة والتنموية المستقبلية للأشقاء الفلسطينيين في غزة من جانبه بيّنها الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس التنفيذي لللجنة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة أنه تم توقيع أربع اتفاقيات مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تشمل علاج عدد من المصابين بالسرطان في مستشفيات الأردن وبناء مستشفى ميداني إضافة إلى مجمع سكني مكون من خمسمائة وحدة سكنية ومدرسة والسعرض السيد مع الدكتور حسين الشبلي ألمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التعاون لدعم الأشقاء الفلسطينيين بناء على الخبرات والمشاريع المشتركة بين الجانبين التي تأتي عكاسا للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين حيث أشهد الدكتور الشبلي بعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وما تقوم به من دور إنساني كبير داخل وخارج مملكة البحرين أحمد الله اللي كرمني اليوم بتوقيع أربع اتفاقيات لصالح عشقائنا في غزة اتفاقية لعلاج الأطفال المصابين بالسلطان ومستشفى ميداني مجمع سكني ومدرسة وهذا العمل السريع لتقديم العون لأشقاء في أمس الحاجة إليها في ظروف إنسانية قاسية لم نتمكن من الوصول إلى هذا لولا العلاقة المميزة بين القيادتين البحرين والأردن بين الملك حمد وأخيه الملك عبد الله عمل إنساني كبير ما بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية دعما للأهل والأشقاء في قطاع غزة دعم كبير من مملكة البحرين يتمثل في مشاريع في مجال القطاع الصحي لعلاج جرحة ومجال التعليمي في إنشاء مدارس ومجال أيضا الإيواء السكني جهود تبذل كبيرة من مملكة البحرين لإلها سطرت أعمال كثيرة في مجال العمل الإنساني سابقا في فلسطين وفي غزة بالذات ومن خلال تشاركية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أصبح لهم دور كبير في مشاعدة الأهل في قطاع غزة